موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسوله الكريم نرجع لمشروعنا و نعمل Open و نعمل Render صغير نشوف النتيجة اللي وصلنا عندها نشوف ما شاء الله النتيجة الحلوة Shadow يعني الظل الإضاءة السماء texture على الجدران على السقف على الأرضية العشب بالنسبة للإنميشن بالنسبة للإنميشن هلأ يعني باي ديفولت يعني بالوضع الطبيعي اللي أنا فيه هلأ إنه لو عملت أنيميشن لو عملت تايم سلايدر عملت على أول شي عندي حركة جاي طبيعية بحركة الشجيرات هدولة النخلات في عندي أنيميشن فيهم already أوكي في عندي بالبحر في حركة بالبحر في حركة بس عنا مش مبينة هلأ هون لأنه هلأ هادي عبارة عن شبك بعرض لك مساحة البحر بس شكل الحركة فيه لو رحت على الديفولت كبست أربعة أربعة اللي هي أعطي إياه وير الفريم على الكيبورد وعملت بلاي حتشوف إنه فيه حركة هون الحركة هاي بالمربع البسيط داخل البحر هو الحركة الفعلية للبحر كامل بس ما بعرض لك إياه عشان يعني ما يعمل لود عالي لود يعني ثقل على الجهاز كامل فبعرض لك إياه في منطقة في وسط البحر بس عشان يعرض لك كيف شكل الحركة تبعته بس كحركة رح تكون على كامل البحر اللي هو كل الدائرة اللي هون موجودة عندنا أوكي فبالتالي أنا عندي حركة بالبحر وعندي حركة بالشجر وعندي حركة بالبارتكل هون لا تنساها الحركة اللي هون هون لو عملت بلاي رح تلاحظ أنه في عندي بعض الانيميشن طبعا الانيميشن هون موش مبين لأنه عندي لا تنسا عندي بلاي ريال تايم فرح روح على ويندو سيتنج بريفرانسز 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 واروح على تايم سلايدر وهون ريال تايم رح خليها بلاي ايفري فريم هاي عشان تشوف كيف شكل الانيميشن للبارتكل هون رح تلاحظ أنه البارتكل بطلعه أوكي هاي الانيميشن اللي عندي هلا بدي أعمل كمان بسيط لحركة السماء حركة الغيوم طبعا إشي بسيط يعني بكل 300 فريم بدي إياها بدي أعمل دوران يعني لاحظ أنه بدي أعمل دوران لشكل الغيوم فبعمل دوران لكل السماء لمنطقة هاي كاملة أوكي رح أعمل سيف أز يا حدي الغيوم أعمل حجور أعمل حجور إحقل أوكي أوكي وحاجور هذه طريقة الروتات هيك منسميها روتات واي نروع على كنل بوكس وفريم نمبر ون ونروح على روتيت واي ونحطها كي سيلكتد ونمشي بعد مثلا مية وعشرين مية وثمانين فريم او بعد ميتين فريم رح اعمل روتيت للمنطقة هاي اوكي فبالتالي طول ما هو الانيميشن شغال في عندي حركة بسيطة للسماء بتمثل حركة الغيوم يمكن تلاحظ انها سريعة شوي يمكن السماء ابطأ من هيك حركتها فبقدر احرك الفريم الكيفريم من هون كيف بدي احرك مكان الكيفريم انتبه بالضبط اكبس middle click بالماوس اوكي واكبس shift shift مع middle click ضل لك كابس shift و middle click بطلع لك عندك تحديد للمنطقة الحمراء اكبس على وسطها واعمل ازاحة لا المكان بالدكية هيك اجدى قريبا عند 280 خلي عند 300 اوكي لما الكيفريم يوصل عند جهة 300 تقريبا اوكي صار في عندنا حركة بطيئة للسماء وفي عندنا حركة للبحر وحركة للشجر اتوقع بكفي بكفي animation ممكن اعمل animation للباب مثلا الباب بفتح بسكر هاد بدي اعمله بالاخر لما اوصل عند حركة الكاميرا انها الارحامة animation للكاميرا كمان على كل احوال الوقت ادركنا في هذا الدرس رح اكمل بالدرس اللي بعديه على طول سبحانك الله وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتب اليك شكرا